المصدر الثاني هو الشيطان ما هو يلا يا الشيطان ما فيش حاجة غير بين الاتنين في نازل وقت بتحاول تشوف ألوان مختلفة بين اللونين الأسود والأبيض لكن هنا احنا ما عندناش غير مصدرين يا إما مصدر إلهي يا إما مصدر شيطاني يستخدم الشيطان أدوات كثيرة منها وأخطرها الأنبياء الكذبة الذين يضللون الناس وفي هذه الحالة الأنبياء يكونون أدات في يد ذلك المضل لكن السؤال هل يوجد نمازج لأنبياء كانوا أدات في يد الشيطان؟ هللاقي مثلا أنبياء أنا حطتها باللغة دي أنبياء وسوس الشيطان في صدورهم بنبوات شيطانية ده حاجات كتاب الكلام ده حاجات في الكتاب ملوك الأول 22-11-24 كان الشيطان قد دخل كروح كذب في أفواء الأنبياء الذين يشيرون على أخاب الملك يبقى هنا الشيطان وسوس ولا ما وسوس إحنا عندنا الكتاب وهو الشيطان بوسوس بس بوسوس لمن؟ للأنبياء الكذبة لكي يضل الملك إذ ينصحونه أن يحارب رموت جلعاد لأنه سينتصر بينما هذه الحرب اللي هلاكه ونشوف أن ده حصل فعلا أن الحرب كانت هلاك وتنبأ له صدقية ابن كانعنا بهذا الانتصار في ملوك الأول 22-11 فهنا ده نبي بيتنبأ عشان يرضي الملك وهنا الشيطان هو مصدر الوحي فلما يكون الشيطان مصدر الوحي استحاله يكون النبي ده نبي حقيقي أو نبي من الله المصدر الثالث هو المنفعة الشخصية المنفعة الشخصية على فكرة حتى الرسول بطرس وهو بيتكلم في بطرس الأولى خمسة عن رعاية الشعب كان رعاية مش بيتكلم عن نبيه لكن كان بيتكلم عن رعاية الشعب قل أطلب إلى الشيوخ أنا الشيخ رفيقهم ارعوا رعية الله وبعد كده بيؤكد لا لربح قبيح بل بنشاط والربح كمان مش المال الربح ممكن يكون سلطة يعني ممكن ناس تدفع مال بس عايزة تبقى في السلطة يكون الحاكم بأمره فده الربح دايما مش هو مال فعشان كده العنصر ده المنفعة الشخصية أنبياء تنبؤوا لأجل المال أنبياء تنبؤوا لأجل إرضاء الملوك ولو احنا خدنا رحلة في فكرة الملوك في الدور الأنبياء والملوك هللاقي أن الدور ده تطور من أن كان النبي هو الحاكم زي موسى هو اللي كان بيقود الشعب زي يشوع إلى أن أصبح الأنبياء أصدقاء للملوك وبعد كده أصبح الملوك أعداء للأنبياء لأن الأنبياء بيقولهم كلام الحق الأنبياء الحقين والملوك رفضين فعشان كده الملوك بيدوروا على أنبياء كذبا يرضوهم لمنفعة شخصية